نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعدم حفظه اللورعاء حضر سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة المبثل الشخصي لجلالة الملك المعدم حفلة سفارة المملكة المتحدة لدى المملكة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث وذلك في فندق الريس كارلتون وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى المملكة وعدد من المسؤولين وعدد من أعضاء السفارة بهذه المناسبة ألقى سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة كلمة نقل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعدم في طه الله ورعا وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراح في طه الله وخالصة هانيهما وتبركاتهما إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث وتمانياتهما لجلالاتها بمفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة الصديق بمزيد من التقدم والازدهار